السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك هل ترى هذه الخارجات هي خارجات جدية ام فقط موسمية الى غير ذلك من المسائل اللي بدور حول تعيين انتع تبون والحاضر والمستقبل انتع الجزائر بداية هذا اسمه تبون هو واحد من الموظفين يعني اللي يخدموا في الجهاز التعال النظام يعني مثله مثل سلال مثل او يحيا مثل اشخاص اخرين يعني دوله للمسئوليات منذ انه كان منهم اللي كان والي الى غايته وانه صار وزير وصار رئيس حكومة فالمسألة هذه تبون هي واضحة فيما يتعلق بالنسبة للولاء ولا للنظام هذا امر مفروغ مفروغ منه ذلك بقات القاضية انت يا هل ترى ذلك هذا التبون هو خدام ولا مهوش خدام ذلك كون هو انني اختلف مع ويحيا او اختلف مع التبون او اختلف مع السلال او مع غيري هي من الناس الاختلاف هذا لازم تفهموه والمعارضة هذه الاخوة والاخوات لازم تفهموها اما اعتمد تعرض معه тоبون جميعml هو هو أكثر من شخصه اعتمد تعرض معه وص uses النظام فانه اختلف مع المواد اعتمد ان الخدام التي تجهت في proxy اعتمد أن أعتقل من صفحوا لمثari لا شك حسب المعلومات التي عندي معلومات ليس تحليل معلومات لما يكون الإنسان يمد في وجهة النظر التاعه والله يدير فيه تحليل ليس كيفما لما يكون يتحدث على المعلومات فيما يتعلق بالمعلومات المعلومات التي عندي هو أنه هذا تبون خدام إنسان خدام بالإضافة إلى أنه سلي الإنسان خدام وبالإضافة إلى أنه هذا يحيى إنسان خدام يعني بمعنى أنه إنسان خدام ذكره هو موظف وره خدام يعني يقضي الساعة تنتاعه بل ربما حتى أكثر يجتهد يجري يشوف الناس كذا عنده طريقة كتا الحديث مع الناس كيفية إقناع الناس سواء بتبلعيط أو بحاجة أخرى المهم هو وره إنسان خدام ونظام هذا ره الخاص والعام على باله بالنظام ره وصلنا إلى الحالة المأساوية التي ستظلم فيها ذرك مثلا عندما تحتعلق بها تفلقى ام تعتقد فيها وفي شخصه تعتقد فيه هذا النظام في هذه السياسة لنظام عندما تعتقد بها بالخادم نفس الشيء تعتقد فيها تعتقد فيه شخصه تعتقد فيها في السياسة لنظام لا علينا مهم كما قلت لكم المعلومات اللي عندي فيما يتعلق بهذا تبون هو أنه إنسان خدام لكن في نفس الوقت المعلومات اللي عندي حول هذا التبون هو أنه لونت وراجن تاعو فاسد بمعنى أنه فيه حتى من الأقارب انتاعو فاسدين وحتى هذه هو على باله بها معيش حاجة كما نقول وراه وجاه الهاوة على باله بها وهذه يراها مسبت له عقدة أمام الخصوم تاعو هذا يراه هو على باله بها لكن كما كنتم نقول لكم منذ قليل هو أنه نعرضه في السياسة انتاع النظام ونعرفه السياسة انتاع النظام هذه بمعنى أنه ذرك هذا الشيء اللي كنتم نقول لكم عليها أنا حول هذه المعلومات المتعلقة بالمحيط انتاعو هذه هو مرامر حين يستغلوها وهذه أمور معروفة من البديهيات عند النظام بمعنى أنه هذا النظام هذه العصب اللي تكون هذا النظام عندها أساليب تخدم بها الأسلوب بتاع المخابرات تعرفوه باللي أسلوب يعتمد على الملفات يعتمد على الإبتزاز يعتمد على التشويه ويعتمد على المقالب ذرك إذا كان ذرك هما هذا التبون راهو ذرك هو في الواجهة رايحين هما يخرجون له هذه الملفات ويعطيهم للناس اللي راهم يخدمون معهم سواء كانوا في الأحزاب أو كانوا فيما يسمى بهذه المعارضة لأنه راهم كان الناس راهم يخدمون معهم سواء في الداخل ولا في الخارج يعقبوا لهم الملفات هذا ويصيرهم يتحدثوا إذا كان مقدروا شما يتحدثوا بها في الجزائر من خلال القنوات الرسمية ومن خلال القنوات هذه التي تسمى مستقلة والصحف يعطيها الناس آخرين في الخارج يتحدثوا بها في وسائل الإعلام المختلفة سواء في القنوات الفضائية أو في الصحف أو في الإذاعة أو حتى في هذه المواقع نتعى التواصل من يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومدوانات إلى غير ذلك حتى بالأسماء المستحارة المهم هو ما يخرجوا خرجوا المعلومات هذه خرجوها فيديوهات والله ملفات أو مستنادات إلى غير ذلك إذن هو وراه وراح يستهدف ذلك الشيء اللي راه حاصل هذه الأيام حاول هو أنه هذا التبون يخرج في خارجات الميدانية وين أنه يلتقي بمسؤولين هو أنه يتخذ قرارات كاينة بعض الأشياء اللي راهها ما الداخلة مع بعضها البعض لازمكم تفهموها الإخوة والأخوات خاصة من الناس اللي يعني ما عندكمش هكذا إلمان بالسياسة وما كنش فهمين الأمور كيفش راهها تمشي ذرك احنا هذه الخارجات والله هذه القرارات ذلك مثلا لما مسؤول كائنا من يكون هذا المسؤول ذرك هو هو يتخذ قرار بمثلا إدخال واحد من الفاسدين للسجن أو المحاسة بنتاعه هذا القرار هل ترى القرار خاطئ السؤال هل ترى القرار خاطئ ذركين بعض الناس اللي هما يستحسنوا مثل هذه التصرفات وماذا بيها باش تكون عند كل مسؤولين إذن هذا الناس من حيث المبدأ هما راهم ضد الفاسات هذي الناس اللي هما يستحسنوا هذا الأمر ولكن كيف ما كنتم قولكم منذ قليل المسألة ما هيش شخصية بمعنى أنك انت ذرك هذا تبون هو نقوله مثلا باللي راهوا ضركه هو خدام كنتم قولكم أنا عندي معلومات المعلومات اللي عندي مش أنا اللي راني نقول المعلومات اللي عندي قالوا للناس باللي هذا راهوا إنسان خدام أنا قلت لكم هذه المعلومات اللي را عندي باللي راهوا هذا الإنسان خدام هذه المعلومات اللي تقول ولكن مش الموقف انت أنا هذه لازمكم تفهموا الكلام الناس هذو إذن اللي راهم هما يستحسنوا في هذه القرارات وهما من حيث المبدأ وما راهم ضد الفساد وهذا شيء هذا شيء مستحسن هو أنه الجزائريين والجزائريات اللي راهم هما ضد هذا الفساد هما ماذا بهم باش أي مسؤول هما راهم ينتظروا في أنه أي واحد من الجزائريين والجزائريات اللي راهم في المستويات المختلفة وفي الأماكن المختلفة اللي راهم يخدموهما في الأجهزة تعدولا هما ماذا بهم باش يكونوا يعني في مستوى تطلعتنا الشعب اللي راهوا في الغالبية راهوا يحوس هو أنه يكون هناك تغيير ويحوس هو أنه تخرج الجزائر وتصير صيدة في العالم ماذا به باش تستطيع هذه الأموال التي نهبت في هذه العشرية هذه السوداء وهذا الناس اللي راهم داروا هما الأموال وداروا هما هذا المشاريع وهذا الناس الشركة هذي داروها كلها حساب الآهاط أنت للشعب في الوقت اللي كان الشعب يبكي دم ودموع هما كانوا في ذلك الوقت كانوا ينهبوا في الهكتارات ويكفي أنه راهم كين بعد العملاء اللي راهم في الخارج وراهم يتكلموا يقولوا باللي راهم إعطونا كذا وكذا من الهكتارات الشعب يبكي وين كان الشعب يتألم وإن كان الشعب يصرخ وإن كان الشعب يشتاكي وإن كان الشعب يجري هما كانوا في ذلك الوقت كانوا يديروا في المشاريع وكانوا هما يديروا في الصفاقات وكانوا هما يديروا في الهكتارات وكانوا يديروا ويديروا الآن ذرك رهم وصلوا إلى مستوى وأنه ذرك موازين تأتي القوى بدا تتغير لأنه كيف ما كنت أقول لكم منذ قليل هو أنه كان فيها عصب عصب داخل هذا النظام كان عصبة ربما رأيها خرجت كان عصبة اللي رأيها ربما ما زال ما خرجتش بشكل كلي وكان عصب اللي رأيها ما زال موجودة وهو ما مرات يتفاهموا مرات يتسارعوا الآن كيفما تعلموا باللي رأيه قربت الانتخابات الرئاسية وكلكم تعلموا باللي رأيه هذا بوتفلقة خلاص يعني لا يستطيع هو أنه يتحرك لا يستطيع هو أنه يقضي حاجة بدون ما يكون هناك مساعد اللي رأيه يساعده على جل بشي يشرب والله يساعده على جل بشي يكل والله بشي يقضي الحاجة نتعوه هذا أمر رأيه مفروغ منه رأيه يشوفه العام والخاص الآن ذرك رأيه كين فيه تحضير للخلافة نتعوه بالإضافة تحضير للانتخابات البلدية كيفما تعلموا ذرك هذه الولات اللي رأيه كين منهم اللي تم التغيير وذلك نجيوا لهذه المسألة حتى باش تفهموا الأمور كيف نشرها تمشي هذه الولات هو تم التغيير تاحهم ذلك واحد رأيه كان مثلا مع البليشنا في البرج بعثوه لقصمطينة وانتع قصمطينة قال دوه الولاية واحد أخرى وانتع الغواطة دوه الولاية واحد أخرى وانتع بسكرت دوه الولاية واحد أخرى تحويل هذا هذا رأيه جاري مش غير في الجزائر فقط جاري في أي بلاد في العالم رأيه حتى هذو كنتوا الناس اللي يخدموا موظفين في البريد الناس اللي رأيه يخدموا في البريد تروح تلقاه ثم 8 أو 10 يوم أو 15 يوم تروح تدخل للبريد تلقى واحد ثم رأيه خدام عنده 15 يوم أو 20 يوم تروح تمشي البريد واحد أخر تلقاه فيه يتنقلوا الناس اللي يخدموا في البريد خطر لا هالأموال تأي شعب ثم وهما ما لازمش يخليه هذك الموظف ثم حتى باش يصير هو يعرف لي كليون ثم ويعرف الدخلات والخرجات وكذا يغيروه من المكانتا فما بالكم أنتم الوالي والي اللي راه عنده علاقات ثم مع أنتع الأمن وعنده علاقات مع الحركة المجتمع المدني ومع أرباب المال في الولاية وهذيك وهو يخدم في الولاية هذيك مدة معينة فيما بعده ما يغيروه يبدلوه يديوه الولاية حتى باش هو إذا كان راه إنسان خدام هذا الإنسان اللي راه خدام راه يخدم مثلا في البرج غدوة يروح لقسنطينة يخدم والله العكس فيما بعد المهم المنفعة تكون المواطن واحد راه وقال مثلا راه وخدام في ولاية معينة راه وقدم فيها خدمات جليلة فيما بعد يروح الولاية وحد أخرى يلقاها ناقصة في بعض الأشياء وربما يزيد يخدم ثم إذا تحدثنا ذك على الخدمة إذا تحدثنا على أمر واحد أخرى قضية تعلق بالسياسة رأني قلت لكم باللي راه هكين بعض الأشياء اللي مرتبطة بالانتخابات البلدية ومرتبطة بالانتخابات الرئاسية بمعنى أنه فيه تحذير الشي راه وقادم راه وجاي المهم ذرك هذا التبون هذا هذه التغييرات هذه اللي راه تجري قضية تعلولات هذه كيش ما كنتم قلت لكم عليها هذه مسألة هي تتعلق بشي راه وقادم ومرتبطة بالتحركة هذه اللي راه هو يقوم بها كيما كنتم قلت لكم منذ قليل هو أنه حسب المعلومات اللي عندي يقولوا بللي إنسان خدام عندولون تراش تاعو والمحيط تاعو راه موبو بالفساد بالإضافة إلى أنه هو راه هو موظف إحنا وش هو الموقف انتعنا إحنا كمواطنين كمعارضين للسياسة انتع النظام هذا وش هو الموقف انتعنا في ظل هذه الأمور اللي راه تشري بطبيعة الحال نحن نسعى للتغيير ذركين بعض الناس اللي هما راه معتمدين على الانتفاضة يشوفوا من أنه هذا النظام هذا خلاص يعني الحق المداه وبالتالي ما كان حتى حاجرها راح تفعل لابد من استعمال العملية كيميكولوجراحية معمقة من أجل تغيير هذا النظام تغيير جذري وشوفوا باللي الانتفاضة يشوفوا باللي الانتفاضة هي الخيار اللي لابد من خلاله هو أنه يكون هناك تغيير كيميكولوجياه كيميكولوجياه وهذه رقمتها عرفوا الأصحاب تها يعني مثلا بدون من ظن نذكره في الأسمان تها الناس كيميكولوجياه هذا الوعي اللي يراه موش موجود الوعي العام هذا من خلاله أنه فيها أطراف راها تدخل بين الحم وظفر وقدرة تستعمل هذا المواقع انتع التواصل كما قادرة تستعمل القنوات وقدرة تستعمل أي هبن تعريح حاجة وقدرة تحولها فيما بعد إلى أحداث مؤلمة واللي راها راها تدفع فيها الجزائر ثمن غالي ويقولوهما باللي لابد من تجنب هذا الخيار يشوفوا باللي الخيار الأسلم حسبهم هما باللي لابد هو أنه يكون هناك انقلاب انقلاب عسكري كين اللي راهم هما يأمنوا بالخيار العسكري سواء يقوم به القيد صالح أو يقوم به الضباط آخرين المهم يشوفوا باللي الخيار العسكري هذا ربما يستهدف بعض القيادات هكذا في العسكر ولكن يجنب الشعب مأسي أنا في الحقيقة والناس اللي أمنوا بالنشاط هذا اللي رانينا عملوا فيه منذ سنوات أنا مني لمع الخيار العسكري مني لمع الخيار هذا انتع الانتفاضة في الأولوية علاش وسبق لي هو أنه شرحتها وحتى هو أنه كتبتها في الكتاب انتع المصالحة الجزائرية ربما كان فيه بعض إخوة الجدود هكذا اللي التحقوا بالأنترنت ما يعرفوش هذه المسائل إلا بأسه وأنه نذكر يعني باختصار ذرك هذا الانتفاضة كيف ما كنتم قلكم منذ قليل أنا شخصيا مانيش ضد الانتفاضة ولكن في الخيار الأول ما نعتمدهاش لأسباب كثيرة وموضوعية منها أولا زعيم زعيم روحي اللي يقدر هو يمد الانتفاضة هذيك مثل السابق قال مثلا الشيخ الفولاني والله ما نيش عارف أنا كذا قال هو أن يصرح تصريح والله هذوك الجماهير وهذوك الحشود هذوك أرى مراحين هما يجمعو في رمشتعين ما كان مش مع الناش حين نذرك في الجزائر شخص سواء شيخ والله داعية والله زعيم سياسي يستطيع هو أنه يفرض أمر واقع من خلال هذه الشعبية اللي عنده مكانش هذه الحركة اللي راه موجودة هذه الأحزاب هذه الجماهير راه مشتتة وكلكم على بلكم بهذا الأمر بالتالي إذا كنت باش تروح تجمع الناس على هذا الخيار لأسباب موضوعية ما راهوش راه يحدث بدليل هو أنه الكثير من الناس راهم يقوموا بنداءات ولكن واحد راهو سامع لهم بالإضافة إلى أنه كيف ما يسبق لي هو أنه قلت القضية هذه الخيار الانتفاضة قادر يعني يبدأ بشكل سلمي ولكن الاختراق سهل سهل لأنه كيف مكتن نقول لكم أنا الأمور راه مشتتة وقادرين الناس يدخلوا فيها ويلبسو ثوب انتوا معارضة وفيما بعد يقوموا بأشياء وعندنا تجارب يكفي هو أنه ما حدث في الجزائر يعني ذوك الآن ذوك اللي راويت حدث الانتفاضة وعلي ما حدثتش الانتفاضة في الجزائر حدثت انتفاضة وحدث فيها العسيان المدني حتى أنه فيه ناس اللي كانوا ينتقدوا في وقت سابق سعيد مخلوفي اللي قام هو بالكتيب هذا العسيان المدني لأسباب كان في ذلك الوقت ناس قال كيف ولكن شوفوا فيما بعد من الذي حصل السعيد المخلوفي رحمه ومن الذي حصل للجبهة الإسلامية ورانا ما زال إلى اليوم في 2017 اليوم 21 جوية 2017 ما زال رانا عايشين في هذ المرحلة ما زال ما خرجناش متدائية تعل المأسد وما زال الآن رانا تحتوي التغيير وما زال ناس رانا تنقش في هذ الخيار العسيان المدني والانتفاضة والانقلاب وكذا الخيار التعي التغيير وكثير من الأشياء بدون من ظل نغص في التفاصيل اللي حب يطالع ويطالع الكتاب المصالحة الجزائرية وفيه الخيار التغيير مشروعها بشكل منهجي ويستطيع هو أنه الإنسان يرجح فيما يتعلق بالانقلاب الانقلاب الآن الآن رأينا نشوفه رأي العين إذا كان فيه ناس ذركهما ما زال موصلوش للسلطة يعني غير فقط مجرد تصريحات ومجرد هو أنه تحليلات وراكم تشوفوا في الموقف اللي رأي منتخذوا فيها ما بالوكم غدوة لو كان فعلا يحصل الإنقلاب رأي كان فيه كلام يقول لك بالليل لو كان غدوة ما تجيش تهضر هذا ما بالو كانت غدوة يكون في السلطة هذا هذا الناس هم يعتمد للخيار انقلاب والخيار هذا المسلح والخيار انتع للعسكري هذا هذو قادرين فيما بعد هما لما يوصلوا للحكم قادرين فيما بعد هما يمنوا للشعب الجزائري وقادرين هما يواصلوا وحثت الكثير من الانقلابات هو حدث انقلاب في مصر هو حدث انقلاب في موريطانيا هو حثت كثير من الانقلابات وكل الناس اللي يراها مذرك يعني هما داروا انقلابات يعني وش كون والريولي ترى واحد اللي يراه هو دار انقلاب وسلم الحكم لشعب دار انتخابات وسلم الحكم لشعب ما كانش كل الناس اللي داروا انقلابات فيما بعد بل هم باللي لابد من حماية هذا الانجاز وتبقى فيما بعد الاسويت اذا الخيار هذا انتهى الانقلاب انا انا نشوفيه باللي موش أولوية وكنت منذ البداية منذ الحديث منذ سنوات وأنا أتحدث عن القضية الخيار من الانتخابات ولكن ليس بالشكل الفيت كنت دائما نقول بلي لابد من الدخول بشكل جماعي والخيار من الانتفاضة والخيار من هذا الخيار العسكري هذا يكون بمثابة حماية الخيار من شعب هذا يكون فيما بعد إذا كان حدث فيه تزوير فيما بعد الخيار هذا العسكري وهذا الخيار التالى الانتفاضة يكون فيما بعدهما كحماية الخيار التالى الشعب لماذا؟ لأنه منهجيا هو أنه هذا الإنسان اللي رأيه هو يتقدم بالخيار هذا يديره في المرحلة الأولى الخيار التالى العسكري هذا والخيار التالى الانتفاضة فيما بعد يعودوا يرجعوا رغم أنوفهم يعودوا يرجعوا الشعب لأنه إذا كان مديتش الشرعية الشعبية ما كان حتى معنا وذرك حتى هذي الناس اللي رام يتحطوه في العالم كامل يتحطوه على الخيار الشعبي خيار الشعبي اللي هو فيما بعد انت رك رح تدير قوانين وراك رح تدير انت وهذه الاستشارة والشورى مع الشعب اذا انت فيما بعد لازم ترجع للشعب لذلك قلت انا بالخيار اللول هو يكون حول انتخابات ولكن مش بالانتخابات المعهودة تحت تزوير وتحت الشكارة وتحت تزوير الارضة انتخابات تكون بشكل بطبيعة الحال كين التفاصيل ما تقدرش تحكيها انت درك كين التدابير اللي فيما بعد انت تديرها لحماية هذا الخيار الشعبي اذا هذا الشي اللي راه هو درك الان هو يقوم به تبون فيما بعد نعود ونرجع لخيار تأشعب درك هو يتخذ قرارات فيما بعد نفس الشي فيما بعد لابد من حماية هذه الخيارات وفيما بعد في غياب شعب احنا نحوسه مباشرة ذرك اذا كان راه هو ذرك هذا التبون وغيره من الناس اللي راههم في السلطة ارادوا هو انه يبرؤوا الذمن تاهم وارادوا هو انه يقدموا خدمات للشعب الجزائري قادرين هما يتعاونوا مع هذ الناس الشرافاء اللي راههم هما يحوسوا على يكون تغيير في الجزائر تغيير حقيقي وتغيير اللي هو يعيد الشعب لانه ذوق الشعب اذا كان شعب راههموش متحرك شعب انتو مني وصلتوه لهذا المستوى هذا شعب ذرك زورته الارادة انت عشرات المرات وشعب بعدته من السلطة عوض هو انه تكون السلطة لشعب انتو من حيثوها لشعب شعب ما عندوش سلطة فيما بعد انت رك داخل في سراعات معه وصبه ذرك هذا حداد هذا شكو اللي يجابوه جبتوه انا هذا رب راب شكو اللي يجابوه جبتوه انا الخليفة اللي كان الاسم انتاعك راههم موجود معاه في القضية انتاعه هذه جبتوه انا ما جبتوش انا وكثير من هذ الناس الارباب المال هذو اللي بانوهما في التسعينات كانوا منهم حفات وعورات كان منهم اللي كان يبيع في الدلاء كان منهم اللي كان مجرد كونتاب المعلبة ليش كذا صاروا الان يتحدثوا بثروات انتاع الملايات دولارات منين من خلال هذ النظام الفاسد وذرك هذ الناس راههم ذرك مجريين ما راههمش ذرك قال مثلا مجرد اشخاص راه كينه ذرك وسائل انتاع الاعلام راه لاحقل حتى لهذ المواقع انتاع الالكترونية وحتى هذ الحسابات اللي راه موجودة في الفيسبوك كين الناس راه يمولوا فيهم راه مديرينهم الاشهار وهذه الناس اللي راه يعرفوا الفيسبوك راه يعرفوا هذه المسائل كين صفحاتها راه مديرين اشهار راه مفيتين المليون وفيتين كذا ويديروا في الاشهار بالاضافة الى انه فيه مواقع فيه حتى اذاعات احنا ندرنا درنا اذاعة وطفناها خطر عليا مع الناش اللي مولنا كين الناس راه يمولوا فيهم راه ما عندهم صحافة يخدموا راه يمولوا فيهم مخدمين وراه ما قايمين بالوجب وراه ما مضفين ناس عندهم وسائل تاع الاعلام اخرتها راه كانت فيهم محاولة تأشيرها عندها علا الخبر وحدد راكم تعرفوا باللي راه عنده قدام من قناة وخلي من الصحف خلي من الفرق الرياضية خلي 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 بالتالي ذرك هذا حدد موش وحده وهذا راب راب موش وحده راه يخدموا في شبكة فيها ناس راه مدخل الجيش داخل المخابرات في الداخل في الخارج فيها حتى من الناس اللي راه هما ينتميوا لهذا ما يسمى بالمعارضة كاين واحد المهرج هذاك اللي راه هو في فرنسا هذاك هم منه راه هما يعني واضحة واضحة الناس اللي راه يعرفوا راه يدعموا فيها همز وبالتالي مواجهة هذا الناس لابد هو أنه لازم لها وعي لازم يكون الشعب الجزائري كامل يكون وعي بهذه الأمور بالإضافة إلى أنه لازم يكون هناك تحرك جماعي تحرك جماعي وفق مشروع وهذا دايما الذي نقوله وفق مشروع لماذا؟ لأنك أنت بعد ما تدير تغييره شكراح تدير ليس توصل أنت للسلطة فيما بعد أنت هو واللي جبت وانت هو واللي درت وانت هو واللي كذا ولابد هو أنك تقرب الناس هذه راه معروفة في كل الناس اللي راه مرح يوصلوا للسلطة يقربوا الناس اللي هما يطيعوهم يقربوا الناس اللي يثقوا فيهم يقربوا الناس اللي هما مضمونين بالتالي فيما بعد راه راح يصير فيه إقصى كل إنسان اللي راه معارض ولا كل إنسان اللي راه ضدك ولا كذا راه راح يصير إقصى لذلك حنا دائما نقوله باللي لابد هو أنه يكون هناك تغيير بشكل منهجي بشكل مدروس بشكل علمي وفيما بعد بعد التغيير وش راح نديره؟ لما ذو كنت راح تدير التغيير وش راح تدير؟ كان اللي راح يحوس عليها دولة علمانية كان اللي راح يحوس عليها دولة إسلامية كان اللي راح يحوس عليها دولة بالمقييس اللي راح يديرها وكذا نحوس على جل هو أنه يكون هناك مشروع مجتمع جديد ولذلك أنا دائما نقول باللي هاو شنحوس نديره؟ حوسوا على مصالحة وطنية حقيقية اللي يشاركوا فيها الناس الكل وقلت أنا باللي هذا مشروع جديد مشروع أنت مصالحة مشروع جديد لم يطبق من قبل ونحوسه هو أنه نطبقوه بمشاركة الجميع نقعده على الطاولة والتغيير هذا كما كنت نقول ونعاود نكرره في كل مكان ما لازمش التغيير هذا يكون تصفية حسابات لازم يكون هناك تغيير من أجل الجزائر حتى إذا هذين الناس هذين اللي يسرقوا والله هذين الناس اللي هما تعداو الحقوق الجزائريين والجزائريات هذا الناس إذا كان يفصلون لكن يفصلون لمصلحة الجزائر ليس لتصفية حسابات خطرة تصفية حسابات هذه راحها تثير نعارات وراها راحها فيما بعد تديها البلاد تديها المحرقة واحدة أخرى لذلك الإخوة والأخوات حلاج البجن اختصر ذرك هذا التحرك وسمه تبون هذا أراه داخل في الإطار هذا تغيير الواجهة داخل فيها أراه تحذير لتغيير الواجهة وتبون هذا هو مثل مثل باقي الرؤساء الحكومة الأخرى وربما هو يختلف معهم في سياسته الخاصة ولكن المسألة ما هيش مسألة انتع مواقف شخصية يعني ذو كنتارك راح يتحارب انت الفساد وفيما بعد يقتلك سمعنا باللي فيه محاولة انتع غتيال هذك الهامل بتاع الشرطة وهذا شيء غير مستبعد لأنه وراه يحرج ناس وراه يقلق ناس بالتالي ذرك هذا الناس عندهم من وسائل قادرين هما في أي وقت من الأوقات هو انه يستهدفوا ويكفيه هو انه راح تم استهداف شخصيات أخرى من بينها قاصدي مرباح من بينها علي تونسي من بينها وزر الداخلية السابق من بينها بوذياف كثير من الشخصيات اللي تم الاستهداف انتاعها لخطر هذا الناس عندهم ملفات ويتم الاستعمال تاحها في أوقات معينة وبالتالي هما يتم استهداف تاحهم يعني ذرك هذا التبون إذا كان ذرك هذا الناس انترك راح تشكل عليهم خطر هذا حداد ورب راب وجماعة الأخرين ما راح ينتظرك هما راح عندهم ذرك هما ناس راميح يتعاملوا معهم في الخارج وما راح ينتظرك لذلك الإنسان لابد هو أنه يحرص لازم الإنسان يحرص المصلحة انتعى البلد ما لازمش الإنسان يقدم وحده لابد هو أنه يكون هناك عمل جماعي الناس اللي رام دخل الجيش الناس اللي رام خارج الجيش والناس تتعاونوا مع بعضها البعض يكون هناك تنسيق مع الناس اللي رام يحوسوا على التغيير الحقيقي ويحصل فيه توافق كي إن بعض من الناس اللي ربما هالكلمة هذه ما تساعدهمش لكن هذه هي الحقيقة لازم يحصل توافق وتمشي الناس وحدة وحدة لأنه التغيير هذا لا يعني فئة من الناس مهما كانت هذا الفئة هذه التغيير هذا يعني الجميع والجزائر هذه لابد أن يشارك في بنائها الجميع وفيما بعد وحدة وحدة على جلبة شنوك في البلاد أما هو أنه ذرك يدير هذا تبون هذا خارجات وحده حتى ولو كانت هذه الخارجات هذه يراها مستحبة والله مقبولة والله عندها فيما بعد هذا الناس اللي يراهم رايح هو يستهدفهم ما رايح مش راح يسكتو خاصة في غياب مؤسسات نتعى الدولة خطرا من المفترض لو كان جاتذوك مثلا هذا القضية نتعى المحاربة نتعى الفساد هذا المحاربة نتعى الفساد ما تجيش في الفيسبوك وما تجيش في اليوتيوب وما تجيش في القنوات الفضائية المحاربة نتعى الفساد المفترض هو أنه تكون في المجال سنتعى القضاء هذا هو لكن وإحنا نشوفه ورانا قبل هايام نشوفه وإحنا في محامي تم الاختطاف نتعى برا يعني على طريقة نتعى الكوبوي ورانا نشوفه في شباب هكذا واحد يهزوه يجي ويختطفوه لأنه راه ونشر مقال والله أنه راه وكتب كذا وذلك الناس تشك الناس تشكه من حقها وأنه تطرح تساؤلات نحن نحوسه على جلبه يكون هناك تغيير حقيقي والتغيير هذا الحقيقي ما لازمش يكون فيه تصفية الحسابات ويكون تغيير مدرس بشكل علمي وتمشي الناس على مراحل بشكل جماعي هذا الشكل الفردي هذا ما راه واش رح يدير واله يعني الفارق إذا كان كرة القادمة راه تتلعب في حداش وفيها مدرب وفيها بسيكولوج وفيها كذا وراه الناس تخدم الحرب النفسية وتخدم على أمور ويكون هناك عمل جماعي لجلبه بشكل تحصل الناس على نتيجة ما بالك أنت إنسان واحد يرح يلعب واحده كونتر فارق ما تقدرش ذرك كراهم ذرك هذا الناس راه مجريين ومفرخين هذا الجهاز عن المخابرات ما زالت الناس راه عنده تشتغل الناس اللي راه كانوا في توفيق راه وراح صف اللول صف الثاني وصف الثالث صف الرابع ما زالهم موجودين وراه عنده من الفوق من الفوق حتى التحت للحجب انتال البلدية عنده الناس اللي راه يخدم معاه وعنده الصحافة ما زالهم راه لليوم ما زالهم راه كان راه يدعم فيه حتى فى صف الثالث المواقع انتهى التواصل هذي ما زالهم راه يدعم فيه كان اللي راه مخدامين معاه بسكو على بالهم باللي هو لو كان ذرك غدوة هما يتكشفوه رايحين يتفضحو قدام الناس هم ماذا بهم على جلباش غير يتحركوا واحد هكم شفتوهم مرة على مرة يغطكون فيهم محاولة قال لي امساك بين الزار يتحركوا كامل البلوكتاعه كامل يتحرك صحفيين كتاب شعاراء فنانين ارباب انتع المال كلهم محامين كلهم يتحركوا مع بعضهم والان راح عندهم كيف ما راح عندكم عندهم مواقع انتع التواصل هذه رام عندهم صلحات كيف كيف ثاني هم رام يخدموا فيها عندهم ناسهم عندهم يعطيهم ملفات ويعطيهم كذا ورام يتحركوا وفيما بعد البلد هي اللي راح تدفع الفاتورة احنا نحاوسوا الى جلباش مضيعش فرصة من الفرص قال انت تبون راك يا سيدي قال وصلت راك قال هذا القيد صالح راك وصلت في وقت سابق قال كنتو تخدموا في هذا النظام ولكن ما كنتوش منتو من اللي ديروا في القرارات الان سيدي راك منتو من اللي ديروا في القرارات هاي جدكم فرصة احنا راك ضد هذا النظام خقوناها ومزنا نعودوها راك ضد النظام من البارح واليوم وغضوة ونحاوسوه على تغيير حقيقي حبيتو انتو ما تقولوا باللي راك جبتوا سياسة واحدة اخرى وانتم راكم كنتو تخدموا في هذا النظام ولكن ما كنتوش راضيين راها جدتكم الفرصة هاي يا سيدي هاي عندكم الفرصة يلا الان راهم كثير من الجنرالات اللي راهم راهم مثل العربي بالخير والعماري وكذا هاي جدتكم فرصة ما تضيعوهاش ما تخليوش هذه الانتخابات اللي راها جاية تروح يلا تتعاون الناس من اجل باش يكون كيف ما قلت انا في عدة مرات يكون مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج هذا الناس اللي راهم في الخارج كين اللي راهم عندوش ثقة باش يدخل البلاد كين اللي راهم ذرك ما عندو ظروف يكون هناك مؤتمر في الخارج تجتمع هذه الكفاءات وهذه الاطارات في الخارج وتجتمع الكفاءات والاطارات في الخارج ويحصل هناك تنسيق وتمشي الناس وحدة وحدة تتشكل حكومة وحدة وطنية وتمشي الناس انتخابات رئاسية دستور توافقي وتروح الناس لبناء المؤسسات وحدة وحدة اما الخارجات هذه الانفرادية اما القرارات هذه الارتجالية راهمة تجني الجزائر منها الا الدموع والاهات ويكفي ما حصل البوذياف يكفي ما حصل الشاذلي يكفي ما حصل الناس اخرين حمروش الى غير ذلك اذن الاخوة والاخوات هذه باختصار المداخل انتاعي ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة